أستأذنكم هنروح لمقتطع صوتي من كلمة الرئيس وهنرجع نكمل الكلام أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهدي استفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين فالاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حوية وفاعلية المجتمع المصري بكافة أطرافه وفئاته ويؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق ولذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام وكأن استفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية في مشهد حضاري راق تضافرت فيه جهود الدولة حكومة وشعبا ليخرج بهذا المظهر المشرف والذي لم يشهد أي تجاوزات أو خرقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة طيب أنا في رأيي أنه كلمة الرئيس كلمة في منتهى 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 الخطورة منتهى الخطورة خطورة على مين؟ علينا؟ لا شوف أولا في خدمة الرئيس ليه بيقولك الكلمة دي في منتهى الخطورة طبعا مش علينا؟ لأنه الرئيس قال إيه بقى؟ في جملة كده مهمة جدا جدا قال إنه استفاف الشعب المصري في الانتخابات دي خد بالك ده كان تعبير عن موقفهم فيما يتعلق بالحرب الدائرة في فلسطين أنا طبعا مش متذكر النص بالزبط إلا لو قعدت هنا وجبتوا لكم أقول لو سمحتولي يعني لو عمر زكريا أسامحلي أروح أجيب الورقة اللي فيها التفريغ يعني لكن ده اللي قاله الرئيس صح ولا أنا غلطان صح جايز ده معناه وده صح بالمناسبة يعني خد بالك هو الناس نزلت لانتخابات أنا كنت لسه بقولك جزء مهم جدا من إقبال الناس المزهل على الانتخابات إن أنا إيه يعني أروح كده وعمرة يا سلام والله العظيم اللي واحد كده لما يسعد يلاقي إيه يلاقي عمر زكريا موجود معي بصوا يا جماعة حبيبي عمور اه اتحدات المواطن تجمعنا دولة ديمقراطية قامتها بص يا سيديا أنت قديري وانتناني فين 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 بص يا سيديا أولا نأكد الرئيس آه لا دي مش النص بتاع الكدمة دي ورقة غلط مش دي قصة بصوا يا جماعة في هنا الجزء اللي هو الرئيس تكلم فيه على دلالة هذا الاستفاف أو استفاف المصريين في المشهد الانتخابي وأنه دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حيوية وفعالية المجتمع المصري والرئيس كمل في جملته وقال تعبيرا عن موقفه مما يحلس على الأراضي أو في الأراضي الفلسطينية أنا كنت لسه بقول لك بقول لك جزء كبير جدا من الإقبال الشديد على هذه الانتخابات من ناحية وتصويت المصريين من ناحية التصويت لصالح الرئيس نفسه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أنه التصويت بالتأكيد بيحمل معاه كل ما تم عمله وإنجازه وبناءه وتحقيقه في الواقع المصري خلال تسع سنين ويمكن الطبقات التي كانت في مصر هي الأقل حظا أصبحت هي الطبقات الأكثر استفادة خد بالك من التسع سنين اللي فاتوا هتيجي تقول لي يعني إيه؟ يعني تحولوا إلى أطريق أقول لك لا تحولوا إلى الحياة الكريمة أو بالأدق هم ماشيين وشايفين الطريق بتاع الحياة الكريمة سواء إذا كان بمشروح حياة كريمة سواء إذا كان بالتحلف الوطني اللي بيشتغل على العديد من الأمور أيضا سواء إذا كان بالحزم الاجتماعية اللي اتعملت سواء إذا كان في التعليم الصحة الناس اللي اتظلمت لعشرات السنين هي اللي حاسة بالفرق كويس؟ طيب هتيجي تقول لي فين الخطورة هقول لك لأنه هذه الكلمة معناها يا سادة يا كرام في الخارج لكل من راهن على أنه أصل الناس ما بقتش مبسوطة ده الناس الحقيقة ما بقوش زي الأول أصل الناس ممكن أصوتها ها جملة هيتعمل التصويت العقابي الحقيقة باين التصويت العقابي أكتر من 39 مليون فهنا الرهنات الخارجية ورهنات الإخوان هذه الرهنات خاسرة بنسبة 100% بالإقبال وبالتصويت لاتنين يعني بالإقبال وبالأصوات التي ذهبت لفخمة الرئيس اتنين بقى حاضر هطلع الفاصل بس اتنين بقى ودي حاجة مهمة جدا وأيضا هناك بعض الدول سمعين الرئيس هو بيقول لهم إنه تصويت المصريين ده لأنه هم بيعبروا عن موقفهم مما يحدث على الأراضي الفلسطينية إذن يا سادة يا كرام المصريين نزلوا الانتخابات أولا وفوضوا بأغلبية كاسح لفخمة الرئيس تصويتا وتفويضا وإطلاقا لليد رئيس الجمهورية بصلاحياته الدستورية يفعل ما يرى الناس صوتت له ففوضت له وأطلقت إيده موسيقى